الجنوب اللبناني أذهب الآن إلى مراسل العربي محمد شبارو لمتابعة التطورات لديك أحمد لا أعتقد أن المشهد قد يختلف كثيرا عن الضاحية الجنوبية خاصة من حركة الإسعاف المكثفة والنشطة جدا في هذه الأوقات صحيح من حيث نحن هنا في قضاء مرجعيون في بلدة يمكن سماع صوت سيارات الإسعاف بين كل عشر دقائق تمر تقريبا أحد سيارات الإسعاف من هذه المنطقة باتجاه مستشفيات المنطقة عموما على صعيد الوضع الأمني هنا في جنوب اللبنان هناك حالة من القلق حالة من التوتر لكيف سيرد حزب الله على هذا العمل الأمني الجديد نوعا وأيضا الذي فيه الكثير من البعد أو الخطورة بالمعنى الأمني والعسكري خلال هذه الساعة وفيما الأنظار متجهة تحديدا إلى ما يحصل في مستشفيات بيروت ومختلف مستشفيات جنوب لبنان سجلت أحداث أمنية متفرقة نتحدث عن مسيرة إسرائيلية غارة على مدينة أو بلدة لخيام إضافة إلى ذلك غارة جوية استهدفت بلدة مركبة إذن التصعيد أو العمليات العسكرية بالتزامن مع هذا الحدث مستمرة وأيضا مستشفيات المنطقة بحسب ما يردنا لا تزال حتى الساعة تستقبل المزيد من الإصابات هناك الكثير من الأسئلة ولكن قد يجيب عن بعضها بعد قليل وزير الصحة العامة فراس أبيض الذي أعلن أو دعا وسأل الأعلام منذ قليل إلى مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة عند الساعة السادسة بتوقيت بيروت وأيضا نقيب أطباء لبنان في بيروت كان قد أصدر بيانا أعطى صورة أولية عن طبيعة الإصابات خصوصا أنه تضمن نداء عاجل إلى جميع الأطباء بخاصة أطباء الجراحة العامة وجراحة العظم والشرايين والطباء الترميم والأطباء من كل الاختصاصات للتوجه فورا إلى مراكز عملهم أو أقرب مستشفى واستقبال المصابين والجرحة والعمل على تخفيف آلامهم إذن حالة من الترقب في جنوب لبنان على طول هذه الجبهة حالة من القلق لكيف سيرد حزب الله على هذا العمل الأمني الجديد نوعا وأيضا هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة أولا بعدد الإصابات بهوية أيضا بعض المصابين إن كان هناك استهداف لقيادات في حزب الله أو إصابة عدد من قيادات حزب الله تنتظر كل هذه الأسئلة تنتظر الساعات المقبلة